حيدخل بايه برحمة ربنا هو اللي حيرحمها هو اللي حيحسبها هو اللي عارف دي كان بتعمل ايه هي اللي كانت عارف احنا عارفين الحديث الست اللي كانت لقيت قطة وكانت دخلها وراح ساقيتها فل لما ساقيتها دخلت الجنة ساقيت قطة واللي ساقى كلب دخلت الجنة رحمة يا اخي الرحمة يا اخي ده نبي الرحمة وده دين الرحمة وده رب الرحمة يا عالم المسلم كيس فطن يعني انت حتى كداعية او انتوا كدعاء او انتوا كناس لك واراء في الحياة خليك فطن ماشي خلاص يا سيدي عرفنا ان انت عالم لا يشق له غبار وعظيم وبتاع انا بحذركوا اوعوا تقفزوا هو ده الزنب الوحيد اللي انت شفته يا اخي ما شفتش الزنب بتاع الكفرة دول ما شفتش الست اللي تقتلت في دم بارد بعد ما خلص راح كاتب في الاخر كده ما برضو علشان ايه يليس يعني احنا يعني الله يرحمها بقى مش الله يرحمها انا قاسم قال يعني الاسرائيليين والبشاعة بس اهم حاجة الاول اوعى تقول الله يرحمها طب الله يرحمها يا سبت Idaho يرحمها ويحسن اليها وربنا هو ارحم الحمد لله انه ربنا هو الي بيحسبنا هو الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين هو اللي مالك يوم الدين الحمد لله هو العدل هو ده اللي حاسب هو ده اللي حيعرف الناس نهاردة اللي كانت بتبتن طب أزيدك مش شعر بيت انت عارف ان فيه ناس صلوا عليها صلاة جنازة مش عارهم كده مش عارهم كده انها مالك انا مش عاسبكو هي دي اللي انت تعبك مش شايف الظلم والفعر والعرف اللي حواليك هو ده بس اللي انت وقفت عنده طب يا راجل اقول كلمتين ينفعوا الناس ده هو الرحمن الرحيم الحمد لله الله بقالي يومين بقول يا ربي اودي وشي من الناس فين اقول لهم ده مين وانا في نص هدومي والله اقول لهم مين ده اتكسفت مش في مصر بس وبره بس دولك ليه كده الناس مش فهمة انما مرض بعيد عنك في ناس قلبها يسود ربنا طبع على قلوبها بصم على قلوبها يعني انا افهم دايما الشيوخ دول نور رحمة اه تسامي اه اه هدوء اه استعاب اه طيب يا اه يا مولانا هو ده يعني خلينا بس الاول ما هو ده الموضوع يعني حتى لو مش عايز تقولي يا اخي اه خلينا انما لا نخشى في الله لو ما تلاعم ما ينفعش ما ما فيش ربنا يرحمها تروح جهنم وبئس المصير دي تروح جهنم الله اعلم انما الله يرحمها